احنا الحصة اللي فاتت كنا راجعنا الجزء الاول من منهج النهاردة ان شاء الله هنراجع مع بعض الجزء التاني الخاص بالعجلة معادلة الحركة والقوانين نيوتن بشكل سريع كده بسرعة مش هنتوقف عندها كتير عشان ناخد وقت اطول للاسئلة طبعا احنا عارفين العجلة اللي هي دلتا في على الدلتا تي اللي هي بتقاس بالمترة على الثانية تربيع او متر في الثانية السالب اتنين تمام طيب العجلة اقدر اعرفها من القانون اللي قدامي له ايوه طب ازاي دلتا في تغير في السرعة على الدلتا تي تغير في الزمن يبقى هي التغير في السرعة خلال وحدة الزمن او هي المعدل الزمني التغير في السرعة طيب يبقى العجلة هي التغير في السرعة خلال وحدة الزمن او المعدل الزمني التغير في السرعة طب العجلة كمية قياسية المنتجة السرعة متجهة الزمان قياسي تنتج من قسمة متجهة على قياسي إذن هي تبقى على طول كمية متجهة اختلفت الكميات طيب العجلة أنواعها إيه أنا آسف على السرعة يا شباب في الشرح ولكن أنا عايزة دي وقت أطول لأسئلة العجلة احنا عندنا تبعا الانتظام في عجلة منتظمة وفي عجلة غير منتظمة العجلة المنتظمة اللي بتتغير سرعة الجسم بمقادير متساوية في أزمنة متساوية طب غير منتظمة بتتغير سرعة الجسم بمقادير غير متساوية في أزمنة متساوية تمام ركز كده أنا فصلت لك هنا الزمن عشان أقول لك حاجة في المنتظمة أو غير المنتظمة حاول تثبت الزمن ويبقى التغير في تغير السرعة إذا كان تغير السرعة بمقادير متساوية تبقى منتظمة إذا كان تغير الصرعة بمقادير غير متساوية تبقى غير منتظمة طيب العجلة المنتظمة تعتمد على ها ال-VT تماما مستر VT علاقة إيه آه ده علاقة ترضية تمام والعجلة هتسوي هتسوي ميل الخط المستقيم delta V على delta T يبقى الميل اللي هو delta V على delta T اللي هو هيديني مين العجلة اللي هيسوي الإيه طيب يبقى ميل الخط المستقيم ده بيمثل العجلة المنتظمة طيب نرسم كده العلاقة البيانية التانية أيوة العجلة غير منتظمة عبارة عن منحنة طيب ميل المنحنة هنا بيمثل حاجة اسمها أيوة هي delta V برضو على delta V هيمثل لحاجة اسمها العجلة اللحظية ده الموضوع بسيط مستر الحاجات دي مش بنركز عليها قوي اه يا اخي ما هو داعب عند حضرتك بقى منهجك فيه خبايا كتير وفيه معلومات كتير وكلها سهلة فلو سمحت ما تسيبش حاجة سهلة تضيعها منك طيب يلا كمل معايا كمل ايه نكمل مع بعض كده ونعرف العجلة ليها أنواع تانية اللي هي العجلة التزايدية والعجلة التناقصية العجلة التزايدية اللي فيها تزداد سرعة الجسم يعني ايه ده بي تي احنا اخدناها بي اف تمام خش ورايا بقى كده على بنك الاسئلة انا تعمدت ان انا نحط لك شكل تاني من الرمز عشان ما نقفش على حاجات سازجة يا شباب ما جيش انا طول السنة بدرس في الرياضة المسلس الف في جيم ويجيلي في الامتحان سين صدعين اقول مش علي لا احنا ناس بنفهم كويس احنا ناس بخنا كبير عارفين اني مش هيفرق الرمز طيب هنا ال VT اكبر من ال V0 ما اشترا مستر هنقبلها طيب وهنا ال VT اقل من V0 يبقى العجلة التزايدية تزداد فيها سرعة الجسم بتاخد اشارة مجابة العجلة التناقصية تقلي فيها سرعة الجسم بتاخد اشارة سالبة طيب اذا تحرك الجسم بعجلة منتظمة بسرعة منتظمة دي بنسميها عجلة ايه صفرية لان الدلت في الحالة دي هتساوي صفر ده شايف الموضوع سال ازاي طيب مستر هو انا عندي اسئلة عالية لا مش عندك اسئلة عالية ولكن ايه المهاني ان انا اجيبها لك في اختر كده وقول لك ايه جسم يتحرك بايه سرعة منتظمة فان العجلة تساوي طيب جسم يتحرك بعجلة صفرية فان الدلت في الدلت في تساوي ايوة زي ما حضرتك بتجاوي كده بالزبط هنا بيتحرك بعجلة منتظمة يبقى السرعة التغير في السرعة بيساوي صفر بيتحرك بي اه آسف بيتحرك بعجلة صفرية التغير في السرعة بتساوي صفر بيتحرك بسرعة منتظمة يبقى العجلة هي اللي بتساوي ايه صفر وبالتالي احنا خدنا تمثيل بين العجلة الملتزيرية والعجلة التانية القصية عايزين بقى نشوف مع بعض كده العجلة الصفرية تتحل ازاي شايف ايوه لأ ارجعتني معلش اهي وخط المستقيم الناس اللي كانت سألت على العلاقات البيانية والناس اللي كانت سألت على اسئلة المغزوفات انا مش اتخرت عنك وان شاء الله في اي حية تانية انا تحت امرك تن هنا ده سرعة ده سرعة منتظمة ليه سرعة منتظمة ازاي وانا عندي هنا الطايم بتغير ازاي ما بتغير واحد اتنين تلاتة اربعة شايف اهي لكن السرعة على طول هنا على رسم ده تمانية طب بعد الثانية التانية تمانية بعد الثالث تمانية فاكن لما كنا بنقول ان المساحة تحت المنحنة تمثل الازاحة يبقى المنحنة ده بيمثل منحنة ليه السرعة المتجهة والزمن والجسمي بتحرك بسرعة ايه منتظمة المساحة تحت المنحنة تفعل انها بتسوي ايه الازاحة طيب نشوف هنا اه ده اذا كانت عجلة تزايدية بي اي و بي اف ما زال على التاكشة هو بي زيرو بي تي بي ضد يا سيدي ماضي بسهلة بسيطة طيب بي اي و بي اف وهنا عجلة تزايدية طب ممكن تبقى تناقصها مستر تنزل لتحت المشكلة طب الازاحة الازاحة هي المساحة تحت المنحنة سواء كانت تزايدي او تناقصي يعني كل المساحة اللي بيحصل على المنحنة تحتنا بما فيها المستطيل والمسلس هم دول اللي هيوصلوني مين للازاحة خدناها قبل كده وعدناها كتير طيب تاني كده ده بقى اللي هي نفس الشكل ده بيمثل ايه ده بيمثل معدلت الحركة التانية ده التمثيل البياني لمعدلت الحركة التانية اللي هي ده طبعا تمثيل بياني لمعدلت الحركة الاولى والتمثيل بياني لمعدلت الحركة التانية او منها بنستنتج معدلت الحركة التانية بيانيا الفي اف اللي هي الفي اي زايد ايه تي مثلا تعملها دلتا تي تاني اخدين بالنا يا شباب هو نفس الرسم ايه ده ازاي هنا يا شباب في معدلة الحركة الاولى ما هو الجسم يتحرك بعجلة منتظمة في معدلة الحركة التانية ما هو الجسم يتحرك بعجلة منتظمة ولكن في معدلة الحركة الاولى كان عايز يجيب الف او الصنعة او قيمة العجلة اللي هي ال ايه دلتا في على الدلتا تي في معدلة الحركة التانية بيجيب المساحة تحت المنحنة عشان يجيب مقدار الازاحة اللي هي الف اي تي زائد نصف اي تي تربيع اللي هي نفسها ما هي الايه يا شباب? اللي هي VFNASVI على VFNASVI على التين. طيب مسألة صغيرة كده. الرجل دين مسألة اللي كنا عرضناه في نهاية الحصة اللي فاتت ومش رحناهاش. دي علاقة بين السرعة والزمن. هيطلب مني ارسم? بالشرط. عمرو ما يطلب اه 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 امتحاني اختر. ماشي. طيب امتحاني اختر ومش هيطلب مني ارسم. اعمل ايه? لأ ما انت حضرتك لازم تبقى عارف. العلاقة البيانية هتترسم ازال ان انت ممكن ترسمها على ورقة خارجية. واتطلع منها اجاباتك وتحطها في اختيارات. مش معنى كده ان انا رغيت خالص السؤال. طيب. هنا هو طالب مني ارسم العلاقة البيانية. خلاص ده مطلوب مش يطلب منه. عايز قيمة المجهول ايه? وعايز قيمة سرعة الجسم عند زمن نقدره خمسة سانية. ياه. وعايز ايه? كبا انا عايز العجلة اللي تبيتحرك بها الجسم مع تحديد نوعها. تمام. طب تعالوا نشوف مع بعض كده. انا هبدأ ارسم. عندي محورين افقي ورأسي. ياه يا مستر. هتعمل ايه? احدد مين الرأسي ومين الافقي. الرأسي بتكتلنا فيه. طب الافقي. تيه? يبتهى منين? بص انا هريحك. الايه بتساوي ايه? الايه اللي هي العجلة. بتساوي دلتا في على الدلتا تي. مين اللي فوق ومين اللي تحت? الدلتا في فوق وايه? الدلتا تي تحت. يعني اللي فوق هيفضل فوق. واللي تحت هيفضل ايه? تحت. يعني اللي فوق على الرأسي. واللي تحت على الافقي. تمام. يبقى انا كده بريح دماغي. اي حاجة في الدنيا فيها علاقة طردية. يعني في السرعة. دي على تيه يبقى ديه رأسي والتيه افقي. في العجلة. في على تيه يبقى البيه رأسي دلتا في على دلتا تي يبقى الفي رأسي والتي أفقي يلا هنرسم إيه هنبدأ بقى نحدد النقط عشاني الوقت حددنا مجموعة من النقط وبعدين أفقي ورأسي أول مشكلة بتواجهني هي إن حضرتك بترسمي الرسم البياني بمقياس رسم غلط يعني فيه ناس بتروح نقلة مقياس الرسم اللي موجود فيه أو الأرقام اللي موجودة على الجدول وتكتبوا على الرسم بياني شباب عيب أكون فيه أولا سنة يوم بأعرفش أرسم بياني صح طبعا عشان أرسم بياني صح لازم أعمل إيه لازم أرسم علاقة كاملة من البداية للنهاية تكون علاقة سبتة يعني إيه مصر تكون علاقة سبتة يعني المسافات على الأفقي متساوية المسافات على الرسم متساوية مش شرط يكون نفس مقياس الرسم على الأفقي والرسم لكن مقياس الرسم أنا اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة أو اتنين اربعة ستة تمانية التلاتة ستة تسعة المهم من المسافات لكل سنة مقياس رسمي سابت ده أفقي وهكذا رسمي وبعدين أبدأ هنا بقى أرسم النقط بتاعتنا اللي هو مدهالي أوصل بينها لقى خط مستقيم أقدر أجيب ميله أو طبعا نستر فين؟ خط مستقيم يمر بنقطة الأصل على طول سمعتك وانت بتقولي كده تبقى عجلة منتظمة يبقى الميل بتاعه فرق الصلاة على فرق السنات واحدة يقولي يعني نجيبها منين لفين يعني مش خمسة وتلاتين على سبعة والله هتطلع صح طالما منتظمة ولكن اتعود على انك تجيب الميل لسبب طب يكون منحنم يبقى أنا هنا فرق الصلاة خمسة وتلاتين نهاية صفر على سبعة نهاية صفر أيوة ده أنا هنا بقى عملتلك ميل كامل دلتا في دلتا تي علمتك ازاي تجيب الميل مرة واتنين يعني هنا ممكن اقول خمسة وتلاتين نقص خمسة عشرين على سبعة نقص خمسة أو او العشرين نقص عشرة على أربعة نقص اتنين هي هي يا شباب هي هي يا شباب شايف واحسب النواتيج ورايا ايه طلعت خمسة متر على السانية يبقى احنا ده العجلة يبقى احنا جيبنا الاول قيمة ايه اللي هي المجهولة قيمة السرعة عند خمسة سانية اللي هي خمسة وعشرين يبقى قيمة الايه كانت خمسة وتلاتين لانها بتنظر السبعة طيب قيمة الفي اللي هي بتنظر الخمسة طلعت كام خمسة وعشرين طيب الايه دلتا في علا دلتا تي يبقى طلعت خمسة متر على السانية تربيع تخطى مستقيم يميل الى اعلى تبقى عجلة منتظمة تزايدية طب بسرعة كده احنا رجعنا على العجلة نراجع حتة صغيرة كده على السخط الحر السخط الحر وقلنا ان احنا بينهم دايما مقاومة الهواء رغم ان الهواء لمقاومة ولكن على الاجسام الخفيفة لاحظ كده ده حجر في الفراغ هو والريشة والورقة الصغيرة دي كلهم هيسخطوا في توقيت واحد لان المؤثر عجلة الجاذبية الارضية لكن عند وجود الهواء قد يوجد مقاومة للاجسام الخفيفة طب احنا ليه مش بناخدها معانا في حساب المسائل ركز كده في كل مسألك مفيش مسألة قذيفة ريشة ولا قذيفة ورقة هو كل المسائل قذيفة حجر قذيفة الحاجات دي كلها طبعا اتقل من ان الهواء يقاومها يبقى بيهمل مقاومة الهواء تعال انبص كده بسرعة اذا سقط جسمين مختلفين في الوزن سخوطا حرا من يوصل الاول طبعا اسقل يوصل الاول لا هنا يا شباب مش هقول الاسقل هقول ما يستطيع التغلب على مقاومة الهواء زي الاعجار والاجسام الثقيلة هتتعامل مع الجاذبية الارضية بس طب ما لا يستطيع التعامل مع آآ مع كتلة الهواء آآ هيسقط وهيصل الى الارض بشكل طبعا تحت تأثير مقاومة الهواء وبالتالي هيسقط ببطر يبقى احنا هنا الاجسام تسقط طبعا للسقوط الحر السقوط الحر آآ فيه له ده الهواء هتقومه لا طبعا ده اكيد طب يبقى ايه هو السقوط الحر بصرعة انا تذكره هي حركة الاجسام عمودية نحو الارض تحت تأثير جاذبية الارضية يبقى تاني يا شباب ايه هو السقوط الحر تاني هو الحركة العمودية الاجسام نحو الارض تحت تأثير جاذبية الارضية طبعا طب عجلة سقوط الحر بقى اللي هي بتؤثر علينا اللي هي العجلة المنتظمة التي يتحرك بها الاجسام عندما تسقط سقوطا حرا نحو سطح الارض تاني هي العجلة المنتظمة التي يتحرك بها الجسم عجلة منتظمة ده اول شرط فيه بيتحرك بها الجسم في اتجاه الارض يبقى انا لو غذفة جسمي لاعلى هعوض عنها باشارة سالبة يبقى عجلة سقوط الحر آآ نرجع تاني سرعة قلنا عجلة سقوط الحر اللي هي تسعة تمانية من عشرة متر على السنة تربية ده قيمة الغالبة تاني يعني عند اسقاط صخرة حجر جسم صلب فيل هيكتزاد سرعته بنقدر تسعة تمانية من عشرة متر كل واحد سنية هنا التصارع موجب او سالب حسب النظام الاحداثي اللي بيتخذه سقوزفة الى اعلى يبقى سالب سقط الى اسفل يبقى ايه موجب عشان نعين عجلة سقوط الحر من خلال الرسم ببياني انا هنا بعمل ايه برسم علاقة بيانية بين الفي والتي اما هنا عجلة منتظمة ملا دلتا في على الدلتا تي وبالتالي انا هنا باستخدام قطلات المية استخدام قطلات المية اذا ادرنا نحسب زمن العدد معين من القطلات هقدر احسب المسافة اللي بتحركها طبعا دا لو معي قطلات المية هحسب المسافة وبالتالي هتبقى اكس على تي تربية او ديعة التربية اللي هي هتساوي ايوة نص جين حصلت المسافة على مربع زمن هاي دي نص جين دا لو علاقة بيانية لحضرك لو تجريبيا بنحسب زمن خمسين قطرة او ميت قطرة واجيب الزمن المتوسط بيكون المسافة معلومة بالنسبة لنا اللي هي بتبقى واحد متر واسم المسافة على مربع الزمن هتدي نص جين وبالتالي حضرة بالميل في اتنين هيديني عجلة الجاذبية الارضية السقوط بيتميز بمجموعة خصاص اولا احنا على افتراض ان احنا مفيش مقاومة الهواء فالاكسام بتتحرك نحو الارض بسرعة منتظمة بعجلة منتظمة تسمى عجلة الجاذبية الارضية اذا العجلة اللي بتتأثر بها كل الاجزام في سقوة سناس خطحة وين الارض هي عجلة ستة اللي هي عجلة الجاذبية الارضية تختلف عجلة الجاذبية الارضية من مكان الى اخر على سطح الارض تمام تطبق معادلات الحركة الرئاسية تحت سير عجلة الجاذبية الارضية يعني ايه؟ يعني انا بشيل ايه وحط جي تاني بنشيل الايه ونحط ايه؟ الجي يبقى تاني اذا افترضنا على موجود مقاومة هوى وده الافترض اللي احنا بنشتغل عليه في كل مسائلنا فان الجسم بيتحرك بعجلة منتظمة تسمى عجلة الجاذبية الارضية عجلة الجاذبية الارضية هل هي سبتة؟ لا بتختلف من مكان الى اخر وده اللي يؤدي الى اختلاف وزن الجسم طيب عجلة الجاذبية الارضية اللي هي الجي هنشيل كل ايه في معادلات الحركة ونحط مكانها جي وبالتالي هتقدر تحل اي مسألة من مسائل سقوط الحر طيب يبقى معادلات الحركة في حالة سقوط الحر اه يا شباب في اف بتساوي في اي زائد اي تي تبقى في اف بتساوي في اي زائد جي تي طيب خذفة ولا سقط يا مستر احنا حفظناها بالسالب والموجب حبيبي دماغي اعلى شوية تاني قلتلك قذف الى اعلى اثناء الصعود عوض عن الجي باشارة سالبة عوض عن الرقم باشارة سالبة تسعة تمانية من عشرة يتبقى سالب تسعة تمانية من عشرة طيب اه اه سقط عوض عن الرقم باشارة ايه موجبة طيب كمل بقى معايا على كده لو انا عايز احسب المسافة الرأسية لجسم بيتحرك انا اسف للسرعة طبعا ولكن تضيف جسمي الى اعلى السرعة الابتدائية اربعين تمام بعد ثانية سرعته هتقل بمقدار تسعة تمانية من عشرة او هنعتبرها تجاوزا كده عشان نقدر بس تسايل لنا الحساب والفهم سرعته هتقل بمقدار عشرة متر على الثانية تاني ازاي ده مستر؟ ايوه حبيبي يعني السرعة الابتدائية هنا كانت اربعين والسرعة النهائية خلال الثانية الاولى كانت تلاتين وبالتالي الدي بتساوي ايه؟ ايوه من ميل المنحنة اللي هي ايوه ايه عمل حاج؟ مش ريف الدي بتساوي فيه اي تي زائد نص جي تي تربيع تمام او من معادلة الحركة الدي بتساوي ايوه الفي اي في تربيع بتساوي فيه اي تربيع زائد اتنين جي دي معلش نرجع لها هنا اهي الفي اي في تربيع بتساوي فيه اي تربيع زائد اتنين جي دي ازا لو وديت الفي اي يما التانية كأني بجيب دلتا في تربيع دلتا في تربيع اللي هي الفي اي في تربيع نص في اي تربيع على اتنين جي هتديني الدي وبالتالي هقدر ان انا اجيب المسافة بتاعت كل مرة الدلتا في تربيع على الج الدلتا في تربيع على الج اه لاحظ كده قلت اول ثانية عشان كده خلت مسافة 35 متر في الثانية التانية الصراع قلت تاني يعني كانت بدأة 30 ونهيت 20 عشان كده قطعها مسافة 25 متر في الثانية التالتة قلت اكتر جربها يلا امسك وراء وقلم ومع دل بس على طول لانه بتجي لنا مسائل وبعد ولادي كده يقول لي ايه اصلا هو جي طلب بنا مستر هو جي طلب بنا مستر السرعة خلال الثانية الرابعة او المسافة التي اقطع الجسم خلال الثانية الخامسة وقزت بسرعة كذا او سقط بسرعة كذا ياسي دي ما هي نفس الفكرة هو شفت انا هنا مش تلك ثانية بثانية الثانية الاولى قال ففيها في اي فيها في اف وبالتالي اقدر اجيب في اف ترويع ناص في اي تربيع وقسمها على اتنين جي هتديني من الدين طيب هنا نفس الحكاية عندي في اي في الثانية التانية اذا انت تقدر تجيب الفي بتاعت الثانية المطلوبة منك الاخت الفاضلة كده بنتنا الفاضلة اللي هي انتك بتعطيت لي نفس مسألة بنفس المعنى. انت مسلا طلب منك من السانية الفترة الزمنية التي اقطع الجسم في السانية ما بين السانية الخامسة والستة. تمام اذا حضرتك هاتي الصرع عند الثانية الخمسة الاول بداية عاجلة الجزيرة الارضية وهاتي الصرع عند الثانية الست تمام واصبحت عندك في اي وعندك في اف وعندك تي اقدر اجيب الدي بكل الوسائل في اي تي زياد نص جي تي تربيع طبعا هنا لو هو قزي فهي تبقى سالب لو سقط هيبقى موجب طيب بلاش دي بالمعادلة الثالثة زي ما انا حالي في اف تربيع نص في اي تربيع بتسوي اثنين جي دي وبالتالي اديها تبقى في اف تربيع نص في اي تربيع على اثنين جي تانية يا شباب موضوع صعب طبعا نفس الموضوع لو سقط لاحظ انا عايزك تلاحظ حاجة نفس المسافات اللي بياخدها اثناء الصعود خلال نفس الثاني هي نفسها اللي بياخدها اثناء السقوط خلال نفس الثاني برضا ليه لانه طالما بيسقط من نفس الارتفاع او قزفة سمعاد مسافة الصعود هي مسافة الهبوط زمن الصعود هو زمن الهبوط ليه لان كلها تحت تأثير عجلة الجاذبية الارضية يبقى اه اعتقد هي كده توضيحية اكتر طعيم لا اعيدها مع نفسك بقى عندنا المغزوفات الرئاسية هي المغزوفات التي تغذف عموديا الى اعلى في مجال الجاذبية الارضية خد بالك اعاموديا طب احنا عندنا فيه المغزوفات في بعدين تمام المغزوفات الرئاسية الاول ناخد فكرة بسرعة اللي هي تحت تأثير سقوط الحر ما يعجب سقوط الحر هي المؤسرة في المغزوفات الرئاسية والمغزوفات في بعدين المغزوفات الرئاسية عند سقوط جسم تزداد سرعته وبالتالي الفي اف بتبقى لها قيمة لكن الفي اي سقوط حر يبقى الفي اي هتبدأ بين الصفر وبالتالي عاجب سقوط حر هتبقى مجابة قذفة جسمي ده يعني حتى تناقص سرعته لان عجلة تسخوط الحر هتبقى سريبة لغاية لما توصل للVF هتبقى كام الفينال هتبقى صفية طيب شوية يعني ملاحظات بسيطة كده على المغزفات الرأسية قلنا تاني مسافة الصعود بتسوي مسافة الهبوط شبابا انا بركد عليه لانها افكار صغيرة وبتضيع منها مساء كتير زمن الصعود بيسوي زمن الهبوط الزمن الكلي للحركة هي مجموع الزمنين زمن الصعود بيسويه زمن الهبوط سرعة الجسم في اي موضع اثناء الصعود هي نفس السرعة اثناء السقوط يعني قلت لك تاني والمسافة اللي هيقطع خلال اي زمن نفس الزمن او نفس المدة الزمنية من الصعود هي نفسها اللي بيناظرها من الهبوط السرعة النهائية في الصعود بتسوي صفر اما في الهبوط هي بتسوي الصعوب كده هي الصعود ده تاني لتأكيد شكل معادلات الحركة مستر انت هنا حطت دلتا تي حطت دلتا دي تمام اعادتها عشان كده لان انا شفت بعض الاسئلة جاية دي بايركت زي ما احنا عارفين زي ما احنا حفظينها رب نكون عشان كده بقولك اخرج شوية من الحفظ اللي حايز الفهم وبعضهم جايبها تي اللي هو نفس الشكل كده المغزوفات في بعدين با يا شفاب المغزوفات في بعدين دي مستر المغزوفات الرأسية في بعدين يعني مغزوف في زاوية ما هواش عمودي اه فاكرين حسنا بتعطي المغزوفات انا كنت عملت لك هنا الانيميشن ووريتك بتنزل ازاي لكن هي استعجال بس تاني طبعا ما فيش حاجة هتطلع لفوق كده وبعدين تسقط في بعد تاني الا اذا كان فيه قوة تأثيرية هنا اللي هي ايه اللي هي قوة الهواء لكن انا هنا افترضت ان انا بأقز بأسقط جسم من اعلى بسرعة ركز لو سقط في اتجاه عمودي لو سقط في اتجاه عمودي ولو سقط في اتجاه مين السرعة الرأسية سبتة لانها تحت تأثير عجلة الجاذبية الارضية وبالتالي هيقطع رأسيا نفس المسافات في نفس الازمانة تاريبا ولكن اللي هتفرق مين هتفرق ان اللي هو واخد زاوية اللي هي واخده زاوية مين اللي واخده سرعة افقية اللي هي واخده سرعة في اتجاه اكس يبقى المغزوفات جسم المغزوف هو جسم يبينطلق في الهواء المصال اللي بياخده المغزوف او مصال المغزوف هي حركة الجسم في الهواء الحركة اللي بيخدها الجسم في الهواء خد بالك بقى هنا خد بالك هنا تاني قلنا المغزوفات في وعدين لها سرعتين سرعة افقية وسرعة رأسية السرعة الافقية دايما مقدار سابت ليه؟ لانها سرعة منتظمة لا تتأثر بعجلة الجاذبية الارضية طب السرعة الرأسية لا ده مقدار متغيرة مثلا ليه؟ لأنها بتتأثر بعاجات الجاذبية الأرضية السرعة الرأسية التغير بتاعها سابت سواء سقطة عموديا أو سقطة بزاوية السرعة الأفقية خد بالك الرأسية أنا قلت تغيرها سابت يعني بتتغير ما هيش مقدار سابت هي بتتغير بمقادير سابت أما السرعة الأفقية فتغيرها إيه؟ بساوي صفر لأنها تكون سرعة منتظمة يبقى تاني أنا عندي سرعة للجسم سرعة أفقية سابتة سرعة إيه؟ رأسية متغيرة تحت تأثير عاجات الجاذبية الأرضية طب لو أنا عايزة إيه بالسرعة تاني مركبة رأسية لا تصارع سابت عجلة سابتة تزداد بمقادير سابتة الأفقية ليس لها تصارع وليس لها عجلة بمقدارها بيقضل إيه؟ سابت طب يا مستر لو طلب مني السرعة عند أي ثانية السرعة أنت هنا هجيب المركبة أو المحصلة لمتجهين متعامدين اللي هم السرعة الأفقية زائد السرعة الرأسية VX تربيع زائد VY تربيع تحت الجزر يبقى هجيبها في سغرس قلنا تاني في المغزوفات يهمني مدى أفقي المغزوفات بزاوية سيتا يهمني مدى أفقي ويهمني مدى رأسي اللي هو أقصر دفاع وزمن بس هنا زمن الصعود بيسوي زمن الهبوط السرعة عند أي لحظة بتسوي نفس دفس الشكل بالزبط في الاتجاه المخالف ها؟ المغزوفات يا شباب حتى ورقة الشرق للوقت إن شاء الله السؤالين اللي هناخدهم مغزوفات برضو عندما ينطلق الجسم بسرعة ابتدائية يلاقي مركبتين أفقية ورأسية أيها يعني بزاوية تقل قيمة المركبة الرأسية أثناء الصعود وتزداد في الهبوط أما المركبة الأفقية الأفقية بترضى السبت الرأسية دايما أثناء الصعود وأثناء الهبوط بتتساوى القيم عند أي نقطة ولكن مع اختلاف إشارة الصرعة قوانين نيوتن بسرعة افتكيرها بس بسرعة سريعا كده يبقى احنا رجعنا المنهة الكامل مع بعض نيوتن الأول اللي بيقول لي كل جسم ساكن يظلي ساكن واللي متحرك يبقى متحرك بسرعة منتظمة وفي خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته كواكب تدور حول الشمس في اتجاه عكس على قريب الساعة هو نفس اتجاه طواف الحجات حول الكعبة طيب الكواكب تدور حول الشمس اتجاه عكس على قريب الساعة تمام هل تلاقف؟ لا ليه؟ لأن ما فيش قوة بتغير من سرعتها ولكن في قوة بتغير من اتجاهها اللي هي قوة جذب الشمس اللي هي قوة الجذبية المركزية يبقى هنا قالوا نيوتن الأول اللي هو بيكلم عن ان غياب قوة محصلة فإن الجسم الساكن يبقى ساكن ومتحرك يبقى متحرك يعني أنا علّقت الكرة دي في قوة شد إلى أعلى وفي قوة جذب إلى أسفل قوة الشد تساوي قوة الجذب الكرة هتفضل متعلقة ساكنة في مكانها طيب لو أنا شدتها إلى أعلى زود قوة شد هتطلع لي فوق لو القط ضعيف وقوة شد في القطة تبقى أضعف هتسقط إلى سطح الأرض بوضوع بسيط وجميل طيب شايف كده الجسم ده هتيجي تقول لي ده قوة رد فعل تمام بس قوة الوزن ورد الفعل هنا قوة الوزن إذا وهي بتأثر على المندرة أو على الترابيزة على الطاولة على أي حاجة أي أن كان نفذ سيادتك للطاول هي الترابيزة هتأثر على الجسم قوة إلى أعلى بس خد بالك بقى قوة الوزن تحديدا لا تأثيرين تأثيرها علي أنا كشخص هي قوة وزني إلى أسفل هي بتشدين تحت وتأثيرها على الكرسي اللي أنا أعد عليه الكرسي هيأثر بقوة تانية اللي هي قوة رد الفعل على يدا على جسمي على الكورة هيساوي يبقى قوة وزني جسمي إلى أسفل قوة رد فعل الكرسي على جسمي برضو إلى أعلى قوة متساويتين في المقدار يبقى تأثيرها علي يصف عشان كده العربية اللي ماشية في الشارع ماشية تحت أثير قوة المطور بتاعها طب لو مش بسرعة منتظمة معنا كده ان قوة المطور بتساوي قوة الاحتكاك يعني يدوب بديها شوية بنزين صغيرين كده عشان يدوب قوة المطور بتساوي قوة ايه في احتكاك الحالات دي بنسميها حالة الاتزان اللي هو يكون الجسم في حالة التزان اذا كانت محصية القوة المؤثرة عليه تساوي صفر يعني مجموع القوة ايا كان بقى هتنطقها ايه سجما اف محصية اف بتساوي صفر اذا ان الجسم الساكن هيبقى ساكن متحرك هيبقى متحرك ده اللي هو بنسميه ان الجسم قاصر زيتيا عن تغيير حالته اه شايف الاصطدام ده اه يا مستر ده احنا شوفناه في حصة في نفس حصة الشرح ليه الشخص ده اتحدى بضررة كده ربنا يحفظنا جميعا هو ويع الوعى عادي له لانه كان بيتحرك بسرعة والعربية لها كتلة هنا هو جسمه عايز يحافظ على حالته عند التوقف المفاجئ الجسم عاول يحافظ على حالته عشان كده بيعد اكتر شوية يلا نشوف التفسير يبقى هو القصول الزاتي اللي هو ممنعة الجسم لتغيير حالته من حيث سكون او الحركة يبقى هو القصول الزاتي هو خاصية ممنعة الجسم لتغيير حالته يبقى ليه علل يندفع السرق الامام بسبب القصول الزاتي يندفع للخلف عند التحرك فجأة بسبب القصول الزاتي المروحة اللي فيت حضرتك اللي بتتحرك بعد ما تفسر عنها الكهرباء بسبب القصول الزاتي يبقى عشان كده القانون نفسه قانون نيوتن بيسمى قانون القصول الزاتي ليه لانه بيقول ان الجسم السكن بيبقى سكن ومتحرك يبقى متحرك يعني الجسم بيحتفظ بحالته او في غياب قوة محصرة فان الجسم السكن يبقى ساكن ومتحرك يبقى متحرك بسرعة منتظمة في خط مستقيم. يعني الجسم بيحاول يحافظ على حالته متحركا او ساكنا. صام مشان اف بتساوي زيرو. القصور الزاتي اللي هو واحتفاظ الجسم بحالته من السكون او الحركة. قصور الزاتي زي ايه? اندفاع الركاب للامام. اندفاع الركاب للخلف. استمرار دوران. المروحة عند انقطاع الطيار. العلاقة بين الكتلة والقصور الزاتي. اه مولا دي كانوا كلموني عن السرعة? وقالولي احنا بنشرح في القصور الزاتي. انت ولتنا الكتلة كده شافة وين? تمام? القصور الزاتي يتنسب ترضيا مع الكتلة. وترضيا مع السرعة. يبقى كلما زادت كتلة الجسم زاد قصور الزاتي. قلت كتلة الجسم قل القصور الزاتي. وبالتالي عندك تجربة كده صغيرة. كانت موجودة في المنهج. وللاسف عدم امكانيتنا او دراستنا الجزء ده داخل المدارس. اعطلت اجراء التجربة نفسها ولكن الموضوع بسيط جدا. اللي هو عن طريق مقارنة الجسمين باستخدام وسادة واوية. بيؤثر عليهم قوتين متساوياتين. طب ايه الوسادة واوية اللي هي وسيلة لايقاف قوة الاحتكاج. اللي هيحصل بقى بالزبط بيحصل حاجة بسيطة جدا ان الجسمين الكتلتين للنسبة من اه اه ازا كانت كتلة اكبر فالسرعة هتقل وازا كانت كتلة اقل فالسرعة هتزيد. ده دليل على ان القوتين ازا اثروا على الجسمين هيكون العلاقة بين السرعة والكتلة علاقة عكسية. وبالتالي هنوصل الى ما يسمى بالكتلة القصورية اللي هي مقدار مقاومة الجسم السغير حالته عنده التصادم. سهل سريع لان انا عارف وانا اسف على السرعة يا شباب. وانا عارف ان انت تقدر تعيد الحصة مرة واثنين وثلاثة. وان شاء الله الحصة انا قريب اوية تكون كمان موجودة على اليوتيوب. بمعنى ان حضرتك تقدر تشوفها اكتر من مرة. الموضوع بالنسبة لنا بسيط. وان شاء الله حصصنا السابقة كلها موجودة بازن الله على اليوتيوب. يعني يا شباب الموضوع تقدر حضرتك بقى اشتغل ودوس. بس تذكر. بتنساش. يعني مش خدت اجازة فده هنام وبعدين افاجأ ان الامتحانات يوم عشرين. وانا مش مذكر حاجة خالص. نسيت كل حاجة. فعلى الله نشوف المسال. في تجربة لارتداد لركابين كانت كتلة الركاب الاول مجهولة ورعته مديني الصراعيات الاول مديني بي واحد. الركاب التاني كتلته واحد كيلو جرام وسرعته طالب مين عايز ام اتنين اه ام واحد مديني ام واحد مجهولة بي واحد معلومة ام اتنين موجودة هي واحد كيلو وفي تنين اللي اتحرك بها الجسم اللي هي كام? اربعة ونصف. بسيطة بقى. كده المسألة اعتقدت حلت. ام واحد على ام اتنين بتساوي الفي تنين على الفي واحد لان التناسب عكسي. يبقى ام واحد بتساوي ام اتنين في الفي تنين على الفي واحد. يبقى في الحالة دي ام واحد هتساوي كام? تلاتة كيلو جرام. طيب. نشوف مسال تاني بسرعة ما انا وقتلك انا حاولت على قدر استطاعتي كده جمعلك. وقلت ووسبتها للوقت. الجدوى التالي يوضح قيام كل من بواحد وفي اتنين. والتي اكتسبت هما الكتلتين. اه مستر. ده احنا كده هتوب علاقة بيانية. ما انا قلت لك تاني ما فيش حاجة اسمها العلاقة البيانية ما الغيه. ولكن انت حضرتك هتلسم وهتطلع النتج والجولين عليها اختر يا اخي. موضوع بسط جدا. مديني سرعتين لجسمين. ولكن السرعة بتتغير طبعا لتغير القوة. والجسمين كتلتهم معلومة. ومديني كتلة التاني بواحد كيلو جرام. خلاص. كده اقدر ارسم. يلا. مين راسي. ها? ايوة. ليه في اتنين وفي واحد? مش فرقة على فجرة. بس انا عملتها في اتنين على في واحد زي ما قلتلك ان انا عايز البسط اللي فوق يفضل فوق اللي تحت يفضل تحت نمشي بمبدأ واحد. واحنا قلنا ام واحد على ام اتنين هتساوي في اتنين على البي واحد. يلا. خدت مقياس رسم. بدأت ارسم النقط بتاعتي. وبعدين خدت العلاقة وجبت منها الميل. امام مصر. وبعدين. بعد ما نجيب الميل. الميل ده بيساوي ايه? بيساوي ام ام واحد على ام اتنين. وبالتالي تبقى الام واحد بتساوي ام اتنين في الميل. يبقى ام ام واحد طلقة اتنين كيلو جرام. هذه المسألة وحلها تاني. ولو في اي شيء مش مفهوم فيها انا تحت امرك. طبعا الكتلة القصورية بتوصلني الى كمية التحرك اللي هي عبارة عن حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته. يوا كمية التحرك يحاصل ضرب الكتلة في السرعة. تتوقف على ايه? كمية التحرك تتناسب ترديا مع الكتلة وعكسي وترديا مع السرعة. طيب كمية التحرك. الكتلة بالكيلوجرام والسرعة بالمتر على الثانية. تبقى كيلوجرام في المتر على السانية. هي كمية تحرك بي ال ولا بي? مش فارقة. وان كان الاصح بصراحة هي البي ال عشان نفريها عن اللي هي الضغط. يبقى كمية تحرك مع السرعة علاقة خطية مستقيمة. كمية تحرك مع العجلة اه مع الكتلة علاقة خطية مستقيمة. ولكن الكتلة ايوه. ليه بقى واحد على في. لان العلاقة بين الام والفي علاقة عكسية. وبالتالي الميل هنا هيسوي كمية التحرك. يبقى طبعا دي مجموعة القوة اللي ممكن تؤثر على الجسم. مش هنركز معها قوي لان بس انا محبتش تظهر قدامك في اي سؤال او في اي كتاب. وتجي تقول لي يعني ايه قوة شد طبعا دي القوة المحركة للجسم سواء في نفس اتجاه الحركة او في عكس اتجاه الحركة او في اتجاه عمودي على اتجاه الحركة. قانون يوتين التالت سريعا. اللي بيقول لي ان لكل فعلي رد فعلي مساوي له في المقدار ومضض له في الاتجاه. هو اسم قانون التأسيل متبادل. يعني ايه? يعني حضرتك بتهزر مع اخوك. فخبط. هيسيبك. هي نفس الخبط. ده يبقى محترم اوي. ايوة هنا اسم رد الكعب. ايوة في اي اكشن ايوة في اي اكشن قصده. انت ضربت ايدك في الحيطة. الحيطة بتضرب ايدك. حضرتك. وانت ماشي. قاعد على الكرس ايه وانت قاعد في مكانك. قاعد على الكرسي بتاعك. انت بتأثر عليك قوة وزنك الى اسفل? هو بيأثر عليك بقوة رد الفعل الى اعلى. مستر ما تحركتش. لان قوة الوزن بتاعت حضرتك بتأثر عليك انت راخل. فهي بتأثر عليك الى اسفل. وقوة رد الفعل مساوية لها. الى اعلى فحضرتك بتبضل في مكان ايه? ساكن. شايف الموضوع بسيط جدا ازاي? ها? ايوة? قوة? قوة ايه على بي? هي نفسها قوة بي على ايه? ولكن سالبة في المقدار. متسويين في المقدار. متلضين في الاتجاه. يبقى ازا اثر جسمه على اخر. خد بالك. ده المنطوق التاني. ما هو عشان ما حدش يقول لي ايه مستر في منطوقين? واحنا كده احنا ما انا ما بحفظش. هو قانون التأثير المتبادل. كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه? ازا اثر جسمه على اخر بقوة فان الجسم الاخر يؤثر على الجسم الاول بقوة مساوية لها في المقدار ومضادة لها في الاتجاه. سرطة الرياضية اللي قلنا ان F واحد بتساوي سالب F اتنين. شايف? القوتين متساوين في المقدار ومتوضين في الاتجاه. F اللي هي من قانون يوتن التاني بقى كانت م اي هتيجي تقول لي مش عليا قانون نيوتن التاني ولكن علاقة قانون نيوتن التالت موجودة على حضرتك اللي هي ام واحد اي واحد بساوي سالب ام اتنين في ال اي اتنين. قانون نيوتن التالت. الى. انا حضرت. انا مش شايل كرة الارضية يا جماعة. تي كرة. انا شايل الجسم. وزنه الى اسفل. وهو نفس الفعل بيديه بتأثر عليه الى اعلى. حضرتك اهد على الارض. وزن سيادتك الى اسفل. وقوة رد الفعل الارض الى اعلى. الطاريزة الكرسي اللي اللي انتقل عليه. الوزن الى اسفل. وقوة رد الفعل الى اعلى. ايه ده. هو كل كل قوة رد الفعل. وصد الوزن. لا طبعا. قوة رد الفعل. اهو. شايف الدفضة الجميلة. كانت وافع على الورقة. بدأت تتحرك. قوة الاندفاع اللي حركت. اتحركت الى اعلى. في الوقت اللي هي زائت او الورقة تحركت الى الخلف. افتكر كده. وارجع لليوتيوب بعد تلاقي حلقة رد الفعل الجميلة اللي كانت فيها الصواريخ اللي بتحرك كل حاجات الحلوة اللي كانت بتحرك دي. تمام. عرفنا كده يا شباب. طيب. عرفنا مع بعض. قوة الفعل وقوة رد الفعل. وقولنا ان الجسم الساكن بيبقى ساكن ومتحرك بيبقى متحرك. اه قبلها في النهاية بس كده كان فيه سؤالين كده سألنا فيهم. كان السؤال الخاص بمتحاني التجريبي اللي هو سؤال مجموعة الكتب. اللي هو متحاني تجريبي اه واحد وعشرين. ركز كده الاف ستة. اف تلاتة. اف اتنين اف واحد اف خمسة. هو اللي اللي كان عايز ايه? كان عايز ان انا اشد او اسحب الرقم المناسب لاف تلاتة اف ستة. ابص كده اف تلاتة نقط تأسير اهي? وزنين فوق. اللي هي عشري عشرة وعشرين. تبقى تلاتين. لانها قوة رد فعل. طب اف ستة. تأسير هنا هي قوة وزنه الى اسفل مقدرها. كل اللي فوقيها. وبالتالي تبقى مقدرها ستين. هم. يبقى اف تلاتة تلاتين. اف ستة كلمة ستين. وشكرا لكم. افتح 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 ا